مصر ستكون مثل بريطانيا بعد عشر سنوات على مستوى القطاع الصحي هذه ليست دعاية انتخابية لمرشح رئاسي في مصر وليست وعدا من وزيرة الصحة المختفية هلازايد وإنما هي تصريحات من ذراع إعلامي لا يكل ولا يمل من النفاق والكذب وتضليل المصريين وترديد مثل تلك الأوهام البراقة أحمد موسى مخبر أمن الدولة الذي زرعوه داخل مجال الصحافة والإعلام حتى يكتب التقارير الأمنية ضد زملائه كبر وارتقى وبات متحدثا غير رسمي باسم نظام السيسي أصبر معايا ست شهور ثم عامين ثم قليل من الصبر حتى 2020 ثم أعطوني عاما آخر ثم لا شيء في كل مرة يعد السيسي المصريين بوعوده الكاذبة تجد صداها يتردد بقوة داخل استوديوهات أحمد موسى فالصبر لديه هو مفتاح الفرج والسيسي يعلم ونحن لا نعلم وعلى المصريين أن يثقوا في الجنرال الرئيس هنبقى زي سوريا والعراق أنا بحارب الإرهاب أهل الشر الوحشين يريدون تدمير البلاد تهديدات جوفاء وتحذيرات فارغة أتحفن السيسي بها على مدار سنوات وفي كل مرة يخرج موسى ليرددها كالببغاء لا ينقص منها حرف بل يزيد من الشعر أبيات وأبيات القطاع الصحي في مصر سيصبح مثل نظيره في بريطانيا ولكن بعد عشر سنوات هكذا قال موسى ولا حساب لديه للسنوات فلم يخبرنا متى بدأت تلك العشر هل كانت منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في يوليو 2013 أم أنها بدأت مع تنصيب السيسي نفسه رئيسا منذ ثمان سنوات أم أن تلك السنوات العشر لن تبدأ أبدا طالما ظل السيسي وأحمد موسى في صدارة المشهد بريطانيا لديها قطاع صحي قوي بنته عبر سنوات من الحياة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب ومراقبة الحكومة واستجوابات البرلمان في بريطانيا يحاسبون وزير الصحة لو خرق القانون أما في مصر يخرجون وزيرة الصحة من قضية فساد كبرى ثم يقومون بالتغطية عليها في بريطانيا ينفقون على موازنة الصحة أضعاف ما ينفقون على تسليح الجيش وفي مصر الجيش أولا ومن ورائه الطفال الأطباء في مصر يهربون إلى بريطانيا بحثا عن حياة كريمة ولقمة عيش كافية ومسار مهني محترم مصر يا سادة ليست مثل بريطانيا ولن تكون أبدا طالما ظل هذا النظام بإعلامه وأجهزاته ومؤسساته غارقين في فساد لا نهاية له تركين وراءهم شعبا فقيرا لا يجد علاجا أو دواءا أو رعاية طبية مناسبة